بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الخاصة للصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس العدد 16 أحبايا الطلاب والطالبات أولا يجب علينا أن نتعرف على أهداف هذا الدرس نميز شكل العدد 16 ثانيا نشير للعدد 16 ثالثا تمثيل العدد 16 رابعا كتابة العدد 16 إذن أحبايا الطلاب والطالبات ها هو العدد 16 إذن ها هو العدد 16 أحبايا الطلاب والطالبات إذن ها هو العدد 16 إذن أحبايا الطلاب هيا نقوم بمشاهدة هذه الأشكال إذن لدينا هنا مجموعة من الأشكال إذن سوف نقوم بعد هذه الأشكال واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة احدى عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن ها هي الأشكال عدد هذه الأشكال هي ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أحباي الطلاب والطالبات هيا نقوم بكتابة العدد 16 بتتبع النقاط التالية إذن هيا نقوم بكتابة العدد 16 بتتبع النقاط التالية هيا نمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة إذن نقوم بكتابة العدد 16 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن وهنا سوف نقوم بتلوين العدد 16 هيا نقوم بتلوين العدد 16 إذن ها هو العدد 16 هيا نلون العدد 16 إذن هيا نقوم بتلوين العدد 16 أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات سوف نقوم بكتابة الأعداد من العدد 1 وحتى العدد 16 هيا نقوم بإحضار الدفتر أو الورقة والقلم ونمسك القلم المسكة المناسبة ثم نقوم بكتابة هذه الأعداد هيا نقوم بكتابة هذه الأعداد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هنا سوف نقوم بإكمال هذه الأعداد إذن لدينا هنا في هذا الجدول مجموعة من الأعداد سوف نقوم بإكمال هذه الأعداد إذن لدينا هنا العدد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هنا سوف نساعد عمار باستخراج العدد ستة عشر إذن ساعد عمار باستخراج العدد ستة عشر إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نساعد عمار على استخراج العدد ستة عشر إذن هيا نقوم بمساعدة عمار على استخراج العدد 16 إذن على استخراج العدد 16 إذن ها هو العدد 16 هيا نقوم بمساعدة عمار باستخراج العدد 16 وأيضا ها هو العدد 16 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 90 إذن هيا نقوم بفتح الكتاب صفحة 90 في النشاط الأول صل بين العدد وما يطابقه إذن لدينا هنا مجموعة من الأعداد إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأعداد هيا نقوم بتوصيل العدد وما يطابقه من الأعداد إذن لدينا هنا العدد 16 إذن هنا لدينا العدد 16 أحسنتم ها هو العدد 16 وأيضا ها هو العدد 16 ولدينا هنا العدد 16 ولدينا أيضا هنا العدد 16 إذن ها هو العدد 16 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن أحبائي الطلاب والطالبات كم عدد هذه الدوائر إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الدوائر هيا نقوم بعد هذه الدوائر إذن هيا نقوم بعد هذه الدوائر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عشرة إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن مجموع هذه الدوائر هو العدد 16 ستة عشر إذن مجموع هذه الدوائر هو العدد 16 أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات إذن وهنا تمثيل العدد بالأشكال إذن أحبائي الطلاب والطالبات لدينا هنا مجموعة من الأشكال إذن هذا العمود يمثل الرقم عشرة إذن هذا العمود يمثل الرقم عشرة وهنا إحدى عشر إثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر خمسة عشر ستة عشر إذن مجموع هذه الأشكال هو العدد ستة عشر أحسنتم يا أحبائي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر ترجمة نانسي قنقر